واحد بيقول أحد الشباب تزوج في مدينتنا عن طيق وسائل التواصل الحديثة مع عدود الشهور في مجلس العقد بذواتب الولي كان في بريطانيا تواصلنا معه عبر الهاتف لحد كده الدنيا فلو كويس المشكلة ظهرت إيه علمنا أن الولي ليس الأب هو زوج أمها الذي تولى تربية هذه الفتاة منذ الصغر أبوها حي يرزق لكن علاقتها بوالدها تكت تكون منعدمة الذي ربها هو زوج أمها هذا العقد تم بإشراف المرقز الإسلامي لكن من غير حضور الإمام هل يصح هذا العقد إذا أجازه الأب لاحقا أقول أولا نقطة نظام زوج الأم ليس من الأولياء الولاية في العصبات التربية لا تنشي هذه الولاية العصبية عمل جليل مقدر مثمن جزاه الله خيرا لكن لا تنشي هذه الولاية العصبية التي هي مناط استحقاق الولاية في باب الزواج وإجازة الأب لكح ابنته بعد تمام العقد الذي أبرم بغير ولي لا يصححه إمام الخطاب يقول العقد إذا وقع بلا إذن الأولياء كان باطلا وإن وقع باطلا لم يصحح إجازة الأولياء الحد ينبغي تجديد العقد بعبارة الأب بسيطة جدا بنتي لفؤون بروس يعني ونجدد العصب خمس دقائق بعبارة الأب إن تعذر هذا تماما قلدنا الأحناف في قولهم بأن للمرأة البالغة الرشيدة أن تزوج نفسها من الكفئ بمهر المثل فإن من وقع في ضرورة قلد من أجاز أعطا للمرأة البالغة الرشيدة